بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومع الدرس الثالث وهو بعنوان الأسس والجذور Exponents and Radicals وفي البداية نتعرف على معنى الأسس الصحيحة فإن معنى AUSN معناها أن العدد A مضروب في نفسه إن من المرات ومعنى AUSN معناها مقلوب العدد AUSN أي أن AUSN هي واحد على AUSN بشرط أن A لا يتساوي الصفر لأن القسمة على صفر غير معرفة كذلك AUS0 تساوي واحد ونستثني أيضا العدد صفر وإليكم هذه الأمثلة فإن المثال الأول رقم A يتكعيب V تربيع الكل أس صفر هذا يساوي واحد بغض النظر عن U ماذا تساوي وبماذا تساوي لا يهمنا فأي عدد حقيقي مرفوع لأس صفر هو واحد في المثال رقم B 10 أس نقص ثلاثة معناها مقلوب العدد 10 أس ثلاثة أي 1 على 10 تكعيب أي 1 على ألف أي تساوي واحد من ألف المثال رقم C X أس نقص ثمانية هو مقلوب العدد X أس ثمانية أي هو واحد على X أس ثمانية في المثال رقم D X أس نقص ثلاثة على Y أس نقص خمسة ماذا نفعل؟ ننقل X أس نقص ثلاثة من البست تذهب إلى المقام B أس موجب وننقل Y أس نقص خمسة من المقام إلى البست فتصبح Y أس خمسة فتصير الضربية هكذا واحد على X أس ثلاثة ضرب Y أس خمسة على واحد فتكون Y أس خمسة على X أس ثلاثة ويمكن الوصول إلى ذلك مباشرة بأن نضع Y أس نقص خمسة في البست مباشرة فتكون Y أس خمسة وX أس نقص ثلاثة إلى المقام مباشرة فتكون X أس ثلاثة وإليكم بعض خواص الأسس الصحيحة فإذا كان A وB أعداد حقيقية وM وN أعداد صحيحة فإن A أس M في A أس N يسوي A أس M زائد N بمعنى عند تشابه الأساسات نجمع الأسس مثلا A أس خمسة في A أس نقص سبعة الأساس هنا A وA ففي هذه الحالة نجمع الأسس خمسة نقص سبعة يصير المجموع سالب اثنين فهذا معنى A أس نقص اثنين في القاعدة الثانية A أس N مرفوع الأس M هذا معنى A أس M في N نضرب الأس الداخلي في الأس الخارجي مثال A تكعيب مرفوع الأس سالب اثنين أي أنها A أس سالب اثنين مضروة في ثلاثة أي أنها A أس نقص ستة في القاعدة الثالثة A B قل أس M نوزع الأس على A وعلى B فهذا يساوي A أس M بي أس M مثال A B أس ثلاثة هذا يساوي A تكعيب في B تكعيب الخاصية والقاعدة الرابعة A على B أس M كما وزعنا الأسس في حالة الضرب نوزعها أيضا في حالة القسمة فهذا يساوي A أس M على B أس M بشرط أن B لا تساوي الصفر لماذا؟ لأن القسمة على صفر غير معرفة فA على B مثلا أس أربعة هي A أس أربعة على B أس أربعة والقاعدة الأخيرة A أس M على A أس N نفس الأساس ولكن بأسس مختلفة تساوي A أس M ناقص N بمعنى أنه في حالة تشابه الأساسات عند القسمة نطرح الأسس فيكون الأسس الجديد هو أسس البسط M ناقص أسس المقام وهو N هذا يساوي A أس M ناقص N أو 1 على A أس N ناقص M بشرط أن تكون A لا تساوي الصفر مثال A تكعيب على A أس ناقص 2 فهي A أس البسط 3 ناقص هذا من القانون ناقص 2 اللي هي في المقام هذا يساوي سالم في سالم 2 بموجة ب2 أي أنه 3 زائد 2 يساوي A أس 5 كما يمكن أن نجعل A تكعيب تنزل إلى المقام فتصير العملية ضرب أسس ونجمع في هذه الحالة أسس فتكون A أس ناقص 2 وتنزل إيه تكعيب A أس سالب 3 ونجمع سالب 2 سالب 3 فيكون النتج سالب 5 فهي 1 على A أس ناقص 5 ونجمع سالب